هنتكلم على مباراة الزمالك والبنك الهري بطبيعة الحال النهاردة الزمالك وانا كنت بتكلم في الانترو قبل ما نتكلم في اي امور فنية عايز بس ايه نتناقش في هذا الامر زمالك داخل على فترة التوقف الزمالك مع اوسوريو في اوقات بتبقى اوقات سعيدة جدا واوقات بتبقى صعبة جدا لو الزمالك عايز يمشي اوسوريو هل ده الوقت المناسب ولا اوسوريو اصلا يكمل وامر واقع مش انت رأيك ايه اوسوريو لازم يمشي ليه لان لازم تستغل فترة التوقف دي لان كلنا عارفين ان الاجندة الدولية هتبدأ ففي توقف مفروض ان الزمالك هيرايح فترة كبيرة جدا لازم تستغل الفترة دي احسن استغلال سواء بدنيا فدنيا في الملعب الامور كلها لازم تتغير لو انت عايز تغير من دلوقتي لكن لو اتكلمنا بعد تعيين مجلس الادارة على مجلس الادارة اللي جاي اي ان كان مين هو هو لازم يكون نحضر البلان بتاعته انت هيكمل هيكمل مش هيكمل انت خلاص من اول يوم انت بتاخدوا الكرار بتاعك ولازم تكون مجاهز البداية انا بس عشان الناس ما تتصورش ان دي دعوة لرحيل اسوريو عن نادي الزمالك انا بقول لو اللي موجودين في نادي الزمالك حالية اقول لي هيجوا بعد الانتخابات وده سهل ان هما كلهم بيقودوا مع بعض والوقت بيكلمهم مع بعض لو عندهم الناية فده الوقت المناسب ما يستناش لما الموسم يبدأ او يستكمل بعد التوقف يعني رأيك ايه؟ رأيي ان انا مع اسوريو يكمل وياخد فرصة عادلة كاملة ممكن يتم تدعيم جهازه الفني بأفراد يعني احنا مشوفناش كتير مدرين فنيين اجانب بيجيبوا مساعد واحد اعتقد هو محتاج ممكن يكون مساعدين معاه لزيادة تركيزه الاكتر انا بشوف ان اسوريو رغم ممكن بنقعد نتكلم في انتقاضات تشكيل لاعب كذا تغيير حاجة كده ولكن ليه بصمة على اداء الزمالك بشكل عام وهجوميا والاداء الفردي لكثير من اللاعبين كثير من اللاعبين اللي حاليا كثير من جمهور الزمالك ممكن ينتقد اسوريو بشدة على عدم لعبهم وعدم مشاركتهم نفتكر ونرجع بالزمن لقبل قدوم اسوريو كان اللاعبة دي وصلت لمرحلة رغم من اللي كان بيضربهم قبلها فريرا مدرب متماس جدا ولكن كانوا وصلوا لمرحلة العجز في مواجهة كثير من الفرق عن خلق اي فرص واي شكل هجومي الزمالك كان بينزل باستراتيجية متحفزة خوفا من تلقي اهداف فكات النتيجة انه في احيان كثيرة بتلقي اهداف صحيح الماتش كممكن يخلص واحد وكذا ما يتلقاش ولكن كات الماتشات فقيرة جدا يعني انا بفتكر مباراة امبي في استاذ القاهرة احد المباراة الفاصيلة في رأيه ان امبي هو فريق متوسط له كل التحية تقدم على الزمالك هدف واثنين والزمالك بلا اي رد فعل ماتش بلوزداد اخر ماتشات فريرة بلوزدادا ما تقدم على الزمالك الزمالك بلا اي ردة فعل الزمالك خسر من الاهل السنة اللي فاتت كمقياس لو هناخد الاهل كده كايه الكنترول العينة الكنترول اللي منقارن بيا خسر شط الدور الاول من الاهل 3-0 وخسر منه في الدور التاني 4-1 نتيجتين زي بعض بل بالعكس الدور التاني كتبقى نتيجة تبقى اكبر ولكن لو رجعنا تاني لسير اللقائي يخطورة على الاهل ولا اي هجمة ولا اي منظر هجومي عكس في لقاء الدور التاني كان الفريق في شط التاني ليه شكل هجومي انا عارف ان اوسوريو محتاج لسه سنة انه يزبط التوازن ما بين الشكل بتاع الفريق هجوميا ودفاعيا ولكن الفرق اللي زي الزمالك بتحتاج دايما انه يكون لان الشكل الهجومي يكون فعال لان فيه فرقة كتيرة لما بتشوف ان الزمالك قادر انه يصنع عليها خطورة بتكش الكششان ده سعب يبقى فرص ان الفرقة دي تلم نقط في الدوري ويمكن اوسوريو السالفات تلم نقط كتير في الدوري والسنة دي رغم البداية يمكن انا اعتقد مباراة المقاولين لو كان فلت بيها بالفوز اللي كان محققه كان حيبقى مسير الزمالك في الدوري سبع نقط خسارة نقطتين قدام برمز ما تعتبرش خسارة نقاط ولكن زي ما احنا نرجع تاني انا بقول ان انا نفس اتفرج على اوسوريو وهو متوفر له لاعب او اتنين وخصوصا في التلت الاخير والتلت الاوسط من الملعب ممكن يسعلك سؤال معلش انا ممكن شعز اقطع بس يعني مترسة للسؤال ده لو الزمالك المواجهة الافريقية الاخيرة كان اتدخل فيه هدف مرمى في مصر هنا بسبب اخطاء دفاعية كبيرة هو عنده شكل يجومي اتفق معك انه شكل يجومي مع اصوله يتحسن كثيرا بس الشكل الدفاعي ممكن يخسرك مباراة ممكن يخسرك بطولة بشكل غريب جدا فلا ضعيفة جدا بتكسبك انك اتنين سفر وتيجي انا اتدخل فيك هدف في الشوت الاول لولا اربع اهداف ويعني خلاصت على الحرق وكهو هتخرج من البطولة بدري بدري نفس الامر النهاردة انت الكرة بتاعت محمد عواد اللي اتطرد فيها محمد عواد هو انفرد بشكل غريب جدا في وقت انت اصلا مش محتاج فيه تعمل اي ريسك هجومي وانت اساسا متعدل سلبية فبرضو الاخطاء الدفاعية كوارث اكتر كمان من الشكل اللجوم الحلوي يعني بنتبص على الكوارث الدفاعية اكتر من الحاجات الحلوة فوجومية مليون المية احنا يعني انا شخصيا انا ما بقول انه وصوله يكمل مش معنى كده ان انا عندي رضاء تام عن الشكل اللي موجود عليه الفريق فمتفق معاك في نقطة ان النهاردة كان فيه ريسك زي تفشوط الاولاني وده من الحاجات اللي حنتكلم فيها ونحللها ولكن زي ما برجع اقول تاني ان مثلا انت بتقول فرضية في مباراة ارتسولار الزمالك دخل في جون تاني الفرضيات في الكرة كتير اوى كريمة وممكن كان ممكن نقول فرضية ان الزمالك سجل هناك وجات لفرصة اتنين في الشوط الاول في مباراة ارتسولار هناك ممكن كان يسجل خمسة بدل الاربع الفرضيات في الكرة وبتخلص صح ولو خرج من البطولة يعني ولو خسر بطولة الكمفدرالية الكرة في نهاية لعبة نتائج مدارب الأرجنتين كان ممكن يمشي لو ميسي ما جابش الجنب في المكسيك كان يبقى اسمه خروج منذور الأول يعني الكرة طالما حننحط فيها لو فكل النتائج بتأثر على كل القرارات لو أسونيو كان خسر الكونفدرالية وخرج منذور الأول طبيعي جدا إنه يبقى فيه ردة فعل بس اللي حصل إنه هو صعب وإنه هو مكمل واللي حصل السنة اللي فاتت في الدوري إنه هو جاب في فريق ما كانش الزمالك مؤهل لنلعب أي بطولة أفريقية على الأقل وصل لنلعب كونفدرالية فاللي حصل على مستوى النتائج في الزمالك مقارنة بالفترة اللي قابليها محققش الطفرة التي تتناسب مع طموح جمهور الزمالك ولكنه عمل تقدم متناسب مع القيمة المتاحة لي في الزمالك ومتناسب مع اللي كان موجود قبل